محادثات فيينا لإحياء اتفاق عام 2015 بشأن ملف إيران النووي باتت تجري على قاعدة من التوتر بين طهران التي تسعى إلى تطوير برامجها الصاروخية والولايات المتحدة التي تحذر من التداعيات في حال فشل هذه المحادثات ووسط هذه الخلافات قال قائد بالحرس الثوري الإيراني إن بلاده أجرت بنجاح تجربة على صاروخ محرك يعمل بالوقود الصلب وقادر على نقل أقمار اصطناعية مضيفا أنه بإمكان طهران إرسال مزيج من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء على حد زعمه وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها إيران صاروخا يعمل بالوقود الصلب والمرتبطة بشكل أساسي بالأنظمة الصاروخية الباليستية بدلا من صاروخ يعمل بالوقود السائل الذي كان يستخدم خلال العامين الماضيين ويأتي إعلان هذه التجربة في وقت تجري طهران والقوى الكبرى بمشاركة أمريكية غير مباشرة وباحثات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت واشنطن منه أحاديا عام 2018 الولايات المتحدة التي تؤكد مراقبتها تحركات طهران بشأن برامجها الصاروخية هددت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين باللجوء إلى خيارات أخرى إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا وتشهد العاصمة النمسوية فيينا الجولة الثامنة من مفاوضات الملف النووي الإيراني وسط حديث عن تقدم إيجابي لكن القوى الغربية تتحدث بالوقت نفسه عن وجود خلافات جوهرية محذرة من نفاذ الوقت ترجمة نانسي قنقر